موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآل محمد بدأت ببسم الله روحي به اهتدت لكشف أسراره بباطنهم طوت وصليت في الثاني على خير خلقه محمد من زاحب ضلال والغلط يا بير الطرائق يا علي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الملائكة المحدقين في قبر الحسين سلام من الله عليكم أبداً ما بقينا وبقى الليل والنهار ولا جعل الله آخر الأهدي منا لزيارتكما أعزائي المشاهدين نلتقيكم بحلقة خاصة إن شاء الله من برنامج أسرار الدهور اللي يرى على قناة النهار عراق وإن شاء الله نكمل على حلقتنا إن شاء الله بخصوص الجن مجن وما يعني بالحلقة السابقة إن شاء الله ما يتعلق بالأمور طبعاً نبدأ بالصلاة على محمد وعلى محمد اللهم صلي على محمد وعلى محمد مسألة المس ومسألة التلبس ومسألة التابع ومسألة القرين ومسألة العمل ومسألة السحر هاي المسائل اللي موجودة اللي تراوتها العالم والتي تcedاول بها العالم ويقول له هذا مسحور ويقول له هذا كذا وهذا بهذا الشيء وهذا بهذا الشيء هاي المسألة إنه إذن نوضح الأمر نطفت فكرة بسيطة عن الجن والجن مو اللي ببالك إنه اللي يأذي واللي يضروب واللي يقتل ولكن أكو شيء أكبر منه اللي هو التوكيل العلي أو الخادم اللي عليه أو الملك اللي عليه اللي يأثر عليه تحت تصريف أو تصاريف التصاريف الروحانية يستخدموها للزجر يستخدموها للإنسان يستخدموها للمرض يستخدموها يعني الجن مو بيده كل شيء المسئلة انه بيد الروحاني او المتمرس بهاي الشغلة انه يوكل ويسوي تواكيل ويسوي اشياء خاصة اتأذر انسان معناها انه ابليس واحد قاعد حاض رجل على رجل والابالس اللي موجودة في الارض اللي هم من اتباع ابليس أولاد ابليس اللي هم السحرة والمرد واللي موجودين في الارض اللي من بني آدم اللي هم لي أذون الإنسان واللي هم اللي يصير أذيتهم من الانسان أذيتهم من هؤلاء الحفالة اللي يستخدمونها الشغلات واللي يأذون العالم بها واللي يفرقون بين المرء وزوجه وفرقون بين الإخوان وفرقون بين الأخوات وفرقون بين الزوج والزوجة وصير التفريق وصير هاي المسألة الأذية ورسال الجن ويخلون الجن بالبيوت ويخلوهم كذا هاي مسألة موجودة ومسألة عويصة ومسألة أنه مو كل واحد فات بها وقال أنا وشال سيفة وقال أنا روحانة وتمكن من هاي الأشياء وتمكن من هاي مشكلة ومشكلة عويصة جدا جدا أنه تعانم تستخدم هاي للعيش وتاخذ بها فلوس وتاخذ بها كذا وهم ما يدرون ويلكون بعض الناس ويأذرون ويقتلون هاي الأشياء فمسألة الجن وما هو الجن طبعا الجن خلق من خلق الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر وهو الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس للعبادة ولكن دخل الشيطان والشيطان قلنا نحن متمرس والشيطان هو غالب كل شيء بالنسبة لبني آدم غوى كل بني آدم حتى وصل العبادة الصالحين حشى منهم الطيبين وحشى منهم الصالحين الأصليين اللي موجودين اللي دخلوا في دين الله بعبادتهم وصلاتهم وصومهم وتقبلهم للإسلام المحمدي الطاهر الشريف النظيف فأكو عالم تدعي هذا الشيء وأكو عالم تدخل في هذا المجال وتأذي الناس وتأذي بني آدم وبني آدم رئيب جدا جدا أمام الجن لأن الجن يتغلب عليه في مسألة ان الرصد ولا هاي الأمور فكثير يتصلون بي يقول له بغزوهان الجن يتخذ جسد الإنسان يعني يسألوني الجن هل هو الجن يعمل كذا يعمل كذا يعمل كذا أسئلة كثيرة جدا جدا الجن يعمل ولكن أكو من اللي حركه أكو من اللي يدفع أكو من اللي يحكمه ويخليه يسوي هاي الشغلات يعني إذا أريد نوصل في الآيات القرآنية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة يعلمون الناس السحرة يعني تعلم السحر يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين بباب الهاروت وماروت تهموا هاروت وماروت وتهموا السحر وتهموا نبي سليمان هو السحر أصلاً لبليس السحر والجن للشياطين من الجن فهي المسألة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحالي إنه استمع نفراً من الجن وقالوا إنه سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرجد يعني القرآن أجيب يهدي إلى الرجد يهديهم إلى طريق الحق فالقرآن سلاح المؤمن القرآن والإيمان بداخله السلسلات عنده يقضى على أكبر جن أكبر المرضى أكبر العفاريت بإذن الله سبحانه وتعالى فالمس كيف المس أو القرين أو التابع أو التلبس أو العاشق هاي الأسماء اللي موجودة الجن العاشق الجن الطيار الجن السباح أسماء عجيبة غريبة نعم موجودة كلها هاي الأسماء موجودة ومصادق عليها بالروايات ومصادق عليها أيضاً في القرآن ناس أتجناحها تتلاثة ناس أتجناحين ناس أتطير ناس هاي كلها موجودة ولكن هل هم ما يريئذون الإنسان شن الإنسان عدوهم لا المشكلة أنه العبودية عند الملكوت يكون هذا إنسان جندي فقير أو هذا الضابط ما له أو الآمر ما له يعمر يسوي هذا الشيء الآمر ما له أنه كبير وهذا متحكم بي أنه عيشت أو كذا كلها ملتزمة بهذا الشخص في أمره هذا الضابط كبير يحكم بني آدم ورجال من الإنس يستعيدون برجال من الجن فزاعدناهم رهق فهذه المسألة أنه أكو ناس تستعيد بالجن تستعيد بالجن وتخلي الجن حكم الجن موجود ولكن مو كل واحد يجي يحكم أكو خاصية بهذا الأمر أكو خاصية وأمور تقوس خاصة حكمك على أنه تقدر تحكم الجن فمسألة أساسية عندنا نحنا نقول أنه الجن ينحكم نعم ينحكم بني آدم وني آدم يسيطر عليه ويأمري يسوي هالشكل وهالشكل والدليل أنه موجود السحر وموجود الأشياء التي تهلك الإنسان وتأذي الإنسان أو تهلكه وتوصله إلى مرحلة أنه ينتهي بها فما هو المس المس هو مس الجني للإنسان شوف طريقة المس الجني للإنسان أكو طرق كثيرة أنه يعمل عمل مو إلك مو أنت الإنسان المقصود إنسان آخر ينحرق قدامك أو يسوونه قدامك يصير عندك دائما يشوف أنه في الشعر هنا الشيء بالأبيض يقول له الشعلة أنت بيك شعلة هاي نعم هاي صحيح هاي شغلة جن أنه يحرق الوجه بسين العصف ما لا يحرق الوجه وصير الشالة أو أيضا أكو أشياء أخرى أنه المرض الصخونة الجسم طبيعي قاعد ولا ساعة تصخن أو دخول ريح قوية يدخل للإنسان ريح قوية أيضا يصير هاي مسألة المس وليس التلبس داخل الإنسان ما يدخل الجن داخل الإنسان الجن بعيد عن الإنسان ولكن يتحكم الجن بالقرين القرين يجعل لي وسواسه طبعا القرين يوسوس للإنسان يوسوس له فيجعل للقرين وسوسه وسوسه تتخرب داخل الإنسان يصبح في صدره وسواسه إذا ظل يوسوسه يصبح خناسه فأصبح عندنا ثلاثة أشياء ثلاثة من المتبعين للإنسان القرين والوسواس والخناس هذولا كلهم من الجن ويتحكم بهم شخص شخص من الجن الجن هذا مأمور يعني سلسلة من واحد إلى واحد وتوصل للإنسان للإنسان الضعيف اللي هو يضعف نفسه بيده يظل أنه يتماد بالصلاة ما يذكر الله نظاف تطهور يبتعد عن الطهور يبتعد عن ذكر الله يبتعد أن هواي أمور الصغر عنده تشوف عنده نحور تشوف عنده جسمه تعاب تشوف كذا هواي الأمور تشوف رزقه ينقطع فهذه المسألة يدخل بهجر فمسألة المس هذه المس التلبس تشوف الإنسان من تقرأ عليه يصبح كحيوان حشل الطيبين أو جل السامة يعني مرة من المرات أنا عندي مقطع على اليوتيوب طبعا موجود أنه شاب قرأت عليه فقعد أقرأ عليه قام ينبح تكره منك الكلب يعني ف هذا شي عجيب أنت أنت إنسان شو تنبح فلما تقصت تقريبا ساعتين ونصر ليت أرقيه فشفت الحالة أنه إنسان كل العالم تقول هاذ بيجين هاذ بيجين لا أنا شفته أنه متغلب عليه الوسواس الخناس اللي جاء له كل كلب تكرمون يعني متغلب عليه يقل له ينبح ينبح يقل له نام نام أقعد أقعد فصير متحكم به كل آلة يعني كل آلة أنه حاسبه وتتحكم به موبايل الطفي إن شاء الله هالشي قد صار هذا الإنسان فسبحان الله من شنا من العرض اختلف صار إنسان طبيعي أول يوم رد الدم وبجه ورجع طبيعي وأكل ورجع عائلته فمن سحبنا من العرض وخلينا طبعا العرض ما نسحب إلا مساعدته يعني مو بس أنا سحبته لأن قلت لأرجع لله سبحانه وتعالى صلي أكدت على زوج تعالى أولاد قلت لي خلي صلي خلي يعبد الله سبحو الطوشي الطي كذا الطو أمور روحانية اشعلوا لقرآن سووا لكذا سووا لكذا وخلي يجر هذا الورد فسبحان الله الإنسان رجع طبيعته وأني مرة من المرات الله شاهد هاي قصة حقيقية صارت بي أنه بحد الدور أصدقائي أنه قال أنا أسمع فوق البيت أنه مشي يعني خطوات تسمع الخطوات موجودة فوق الدار دخلنا أنا وأحد أصدقائي أخويا بحسين دخلنا بهذا البيت فسبحان الله أنه سمعنا الصوت فصعد رفيقي وصعد فوق ما لقى شي نزيل قال ماكو شي فهذا الرجل قال يا أبا نسمح هذا الشي طبعا للعلم هذا البيت يصير نسميه ركن يعني ماكو بيت مننا بصفة ركن وما أخذ مساحة الوحيدة يعني حتى بيت جيران ما قريبوا بعيد يعني بيتهم وراهم فتفسح بيناتهم فسبحان الله هذا الصوت يبني الفوق ماكو رفق يعني هذا الصوت شلون ده يطلع طب 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 مشي خطوات فقمنا نقرأ ونبخرنا البيت ونخلنا بالبيت مبخرى فسألت من عندك بالبيت قال عندي بالبيت أختي هو بتها بتها بها شلل مع الطفولة يعني شلل سمو شلل الولادي يعني اثنين رجلية خطيئة من تشقد عمرها كان عمرها تقريبا بالعشرين سنة خمسة وعشرين سنة عمرها البنية هاي فمقعدة وقعدة بالبيت وساقت المسكينة مريضة فالولد اللي كانوا يعني شفيا خاف طلع بره اللي هو بين المرأة بقينا أنا والرجل الشبير للأخر المرأة وهذا الرجل ووزر فيه قوي فقعد أقل قرآن ونقل قرآن بالبيت وجيت أوكل على هذه المرأة يعني جيت دخلت عليها سلمت عليها ردت السلام طبيعي هي على سريرها وانا دعا أتكلموا ياها فأخوها بصفي أخوها سبحان الله تمشي عني فقعد أقرأ عليها ما أشوف المرأة اللي بينها وبينها تقريبا ثلاث أمتار ثلاث نتار ونص يعني أنا بالباب أصحى بالباب وشوف المرأة من شفتها عبرت هاي المسافة قلت أنا هاي شي مستحيل أنه أمرأة هاي مشلولة ومن شفت رجليها تعجبت أنه دقيت ما أعطت رجليا كأقلام يعني كالقلم منتهية شلون عبرت شلون وصلت لي وصار وجهها اختلف أو ارتفع عن عيونها وصار تنيابها كشرت علي أو خنقتني بحيث أنه قوة والله خلصت منها ولو ما صديقي يجع عليه يضربها واخرها مني شلون قتلتني فهاي مسألة 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 أنه الجن يتحكم بالإنسان أو طبعا يصير عنده فالطاقة بجسمه للإنسان الذي يصير علي يتقرب بالجن عجيبة غريبة يعني أنا بحيلي وكذا ما قدرت أفكديها وما قدرت أذتني يعني فهاي المسألة موجودة أيضا أنه الإنسان يتحول إلى شبه الحيوان ويظه ينبح ويصيح ويقلد القرد ويقلد بعض الأشياء لأنها يقلد القرد يعني قمزت علي من مكانها إلي قمزت قمزة شنو شنو عرف الدفاحها الهيكل العظم ما عرف رجلية دفعتها ما عرف الجن شالها شو مرها علي المسافة اللي بينها تقريبا ثلاث مترات ثلاث مترات ثلاث مترات ونص غفرت عليه وغزبتني فهاي المسألة موجودة والإنسان يتحول إلى حشا مرغول ببوتش جل السامة كحيوان من سبب الأعمال والأعمال السحر ومن سبب تلبس الجن والجن الغير صالح من المرضى والشياطين والدهانشة والأبادسة اللي موجودين الأسمان عندنا الجن العاشق هاي أيضا دائما يقول لي طبعا من مسألة النساء أكثر شي تقلي أنا يقول لي عندي الجن عاشق هذه جن العاشق دائما أشوفها عند يصير طبعا الجن العاشق يصير عند جلة السامة يعني يصير عند البنات اللي ما متربع هايات ويصير يوقع يصير موقع وهو نوع من نوع الجن يصير عنده في الجهاز التناسل وما المرأة يعني يصير إنه نقول العاهرات نقول بنات السبيل اللي في الشارع هذا سرعة جن عاشق ووين يصير يصير في منطقة الرحم في المرأة مو كل المرأة يصير عندها جن عاشق يعني نعم تنعشق تقرب الجن لها بس مو يعشقها ما يسو مثل ما يسو عندي المرأة لأن أنا حالي أيضا شفتها ولاحظتها بمسألة الجن العاشق إن شاء الله بعد الفاصل أسأل لكم على مسألة الجن العاشق إن شاء الله فاصل ونعود لكم أدناكم بعد الفاصل عزيزي المشاهدين المسألة بما فيها قلنا أحكيكم قصة على مسألة الجن العاشق ومسألة الجن العاشق قاعدة وضحها بعض الشيء سؤال يطرح نفسه الجن أو نحن تدع عليه أعوذ بالله من يمه الشيطان وين نوجد نوجد في الجامع أو نوجد في المله غير ينوجد في الجامع المله انتهech المله بما فيه كلهم التبع الشيطان أو المرقص كلهم تبع الشيطان المله التبع الشيطان الجامع يبقى بالشيطان والوسواس الخناس يسحب مني يجيو على مود يسحب بني آدم إلى الرذيلة فمسألة الجن العاشق من الرذائل اللي موجودة عد النساء اللي حشب النساء اللي انحرفوا عن الطريق أو رجال اللي انحرفوا عن الطريق اللي صاروا انتهوا صاروا شبه الشيطان والخمر والزنة والميسرة والسهر والليل والكاكهة والسرقات والكذا كلها صير عدهم فالرجل يستقر في عقله في رأسه الجن العاشق اللي مسمى عاشق اللي هو الجن إبليس إبليس نفسه يعني إبليس وأحد أولاد إبليس يصير في رأسه يدفع به ويسوي به ويسوي به على شيء كله يوسبس به على أشياء ماكو بيها رحمة أبدا كل أشياء متعبة كافرة كلها أشياء أو حتى النفس اللوامة ما تشتغل عدة تموت ما تلوم نفسه ما يلوم نفسه إلا فترات أو يعني يصير فترة من فترات يلا يبدي أنب نفسه وفترة من فترات يلا يبدي يعيد النفسه ويراجع نفسه ويشوف أنها نفس الأمارة فالمرأة يصير عندنا في موقع الرحم وبالخصوص عند الجهاز التناسل وعد الرجل في رأسه الرأس ما للرجل أنه يستخدم كافة الأمور المغرية الجسم وبغريات وشغلات علشان يوصل لذته واللذة هي بشي بسيط يروح ينام في رأسه وينام علشان ينسى همه وينسى عود ينسى همه أو يفكر أنه ينسى بعض الأشياء ولكن هو الضمير دوراتي صاحي صحفتنا فترات ويرجع نفسه يبقى عندنا النساء أنا مرة من المرات وفي أحد المحافظات وفي الشمالية التقيت بحد أصدقائي فشفت بنيه وتكلمت بنيه فقلت لها أنت منين البنية تستهزئ شفت جسمها متروس وشم وشكلها يعني حاطة مدرشون هنا حاطة مدرشون هنا فتشكل فتشكل غريب مكيات شغل طبيعي شعارها لون جوزو أخضر وتفاحي وماذا شنو ألوان صغيرة وشكلها يندامها يعني ببينة إنسانة منتهية فقلت بله خلحت شياها فشفت لبنية قلبها طيب فحشيت لها قلت لها قلت لك أنت ليش تسوين هذا الشي قالت فتشي يدفعني لهذا الشي حب المال وحب الرغبة قلت لها أنت منين بس تطاعتش سترين نفسك وتقعدين متتزوجين وتستقرين طبعا هي منهزمة منهلها ومعاشرة حولها كلها ناس منتهية ناس معتهم لا رحمة ولا يمر الله ولا مقلب الشرب والخمر والزنة والفساد والنجاسة وكل الأمور موجودة فمن سئلتها قلت لها معقولة ما عندي قالت أنا صال لي أكثر من 15 سنة الوجع ببطني وراجع طباء ما راح مني أبداً والله العظيم ما يروح منها أبداً ما يروح منها يعني حاله أنه الجهاز التناسيلي ما للمرأة وإذا صارت بي حالة أنه أستغفر الله ربي أنه يصير دخول حيماً آخر بالمرأة أنه يصير ابن بكتيريا والبكتيريا صير من أبناء أبليس وأبناء الشياطين اللي هي تأذي المرأة واحتمال استقصال الرحم واحتمال استقصال طانعتها هاي من مسألة التجامع الغير شرعي وهذا يموت يعشقه ويعشقه الشيطان لأنه يريد يجعل الناس رذيلة ويططعهم سبحان الله يططعهم ولذة للمتقربين لهذا الشيء فهاي المسألة تأذي الناس فسبحان الله أنه الجن اللي موجود وهو جن العاشق اللي مسمى يعشق هالمنطقة ويعيش في هاذه المنطقة ويجعل جلب الناس إلها يعني مو عد البنات ابنياتي وخواتي اللي ممززوجات ميسرعتن هذا الشيء يصير عند اللي اززوجت وسلك الطريق الشيطان ميسير عند خواتنا وخواتنا اللي بنات البيوت الشريفات العفيفات اللي قلت الحظ مرافقتن أو لا سامح الله مثل تتابعوا القرينم أثرعتهم بالبيت أو لا سامح الله عمل من أصحابه السوء اللي سوى لهم واللي جعلهم بهذا الشيء فهاي المسألة الجن العاشق طبعا يبجي عندنا التابعة نوضح على التابعة شوي احنا حتيني عنه التابع والقرين التابع مو شرط انه يتبع المرأة رجل أو الرجل يتبع مرأة هاي مسألة ما بيها يعني تأكد ولكن مسألة التابعة انه وجودة نص أكثر من روايات يعني موجودة انه الهمة بالتلهمة والوليد وامو الصبيان مسمى انه مو فقط انه تقطع التابع يقطع انه الزواج ويقطع الرزق ايضا الزواج والأطفال ويقطع الأطفال ويقطع الذرية ويقتل الأولاد ويقتل البنات او ايضا يبعد الزوج ويسوي شغلات انه موجود حالة انه موجودة اكثر عند النساء تقول تقول انا دائما اعالج 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 وهاي طبعا اتصال بخواتي يعني يتصلم بي تقول انا دائما يصير عني وجع وجع في منطقة الرحم يعني وما دائما روايح كريهة وكذا وهي يصير وانه يعالج وما تروح مني هاي الحالة فهاي موجود انه هاي الحالة يصير عندنا من حالة الجن ايضا يدخل بالأمور وانه الجن يحب شكه رائحة كريهة هو يجلبها هو يجلبها ويحب يجلب عليها يعني هاي مسألة اساسية فبعض الأمور اللي تصير عند النساء وبعض الأمور تصير عند الرجال من مسألة التابع والقريم انه الرجل عدم الرغبة للمرأة وتشوفها انه اكثر شيء تصير بالزواج بالزواج المبكر مع الشباب اللي يزوجون يعني اللي يقول لك هاي بخابرون قالوا بغزوان هذا الزوج وما وصل زوجته او يقول زوجته ما اريته او زوجته قالت انا ما اريته هاي الحالة موجودة ايضا يصير به يدخل الجن او ايضا تدخل الحالة النفسية انه خوف الشاب وخاف الشاب من مرحلة جديدة يدخل به حياته فمسألة الجن تأثر جدا 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 على المسألة ويصير الفراق وما يص�� لزواج اثنين ومسألت الحالة النفسية اذا تراكمت وصارت الحالة النفسية صار تعب من الشاب وما يصد تقارب وما يصد تلامس بيناتهم هذه مسألة أيضا الموجودة فالعلاج مالتها شلون أخلي طبعا هم نرجع ونقول ذكر الله سبحانه وتعالى ومحمد وآل محمد والقرآن الكريم علاة وشفاء لكل داء لكل داء إلا السام السام هو الموت وأيضا القرآن يحيي ويومي في حياة يعني إنسان ما تقرأ عليه قرآن يقول لا لا تتعجب قرأت صورة الفاتحة سبعين مرة على ميت وحياة تعجب من هذا الشيء سر أسرار الله سر الكون هو القرآن فالإنسان الذي يريد يكفي كل يوخر من هذه الأشياء يرجع للقرآن يرجع لمحمد وأنا محمد لا يتبع لي فلان أنا طيب أسوي اهتمان صالح واغتمان غير صالح أنا مات عن الكل أنا أشتغل بالطلاسم وأنا أشتغل بالكذا وأنا القرآن غير القرآن ما أكو وجود مساعدات منها الحجر الأحجار وجود مساعدات الأحشاب وجود مساعدات العطورات نعم ولكن القرآن هو الأساس وهو الشاف وهو المعافية ربط في يحول writing النرة مسألة التأثير من الربط الإنسان مع跟��� اللي هو عن مسألة الزواج فهذا الربط أيضا إنه يستخدم به مسألة السحر يستخدم به مسألة الجن مجن وبالربط واللن يستقرض عند المرأة عند الجهاز التناصر والرجل أيضا يصير عنده عند الجهاز التناصر يضبط إنه ما يصير عنده انتصاب عنده بعض الأمور والمرأة سرعتها أيضاً اختلافات بالشهرية سرعتها بعض الأمور الغيبية طبعاً إن شاء الله نكمل لكم بس نروح فاصل ونعود لكم عندناكم بعد الفاصل طبعاً المسألة بما فيها قلنا نحشة عالجن ودائماً نحشة عالجن شوي خلنا ننوع حسن نطلع من طور الجن أحشيكم شوي على الأحجار الكريمة وسألون يقولون ما فرق بين الخرز والأحجار الكريمة يقول لك هاي حجر وهذا خرزة هنا نفس الشي نفس المسمى الخرزة تكون صغيرة والحجر تكون الكبير طبعاً أكو محابس روحانية وأكو أختام روحانية وأكو مسبحات روحانية يعني الأحجار الكريمة دائماً نقول نحن عدتها أنه الأحجار الكريمة أنواع كثيرة جداً جداً ولكن الأحجار الروحانية اللي تخص الأمور الروحانية خنطيها لكم ونطيكم إياها وأحشيكم عنها على الطاقة لبها طبعاً الأحجار الكريمة اللي هي الروحانية تكون أول حجر اللي هو عباس أباد اللي هو من الأحجار الكريمة جداً جداً والأحجار عايدة من نوع يمان الأسود أو اليمان الأخضر هو حجر يماني يكون اسمه عباس أباد يكون داكم يصير بألوان مخططة يخط هذا الحجر وهذا دفع بلية وجن ما يحبه ويبتعد عنه جدا جدا الحجر الثاني اللي هو النيشابوري أو الفيروزي أو الأزرق أو الدماغان أو الأسماء التفاحي والفيروزي والأخضر اللي هو مسوى مسمى الفيروزي أيضا هذا حجر روحاني كريم أنه يبعد العين ويطرد العين ويقرب إليك المودة والمحبة ويجعل لك أيضا باب من أبواب الرزق الرزق على الله سبحانه وتعالى أو أيضا يحجب عنك مسألة الجن مجن أن الحجر الصيني أيضا يختم بآيات وآيات الحفظ اللي هي دائما موجودة نذكرها احنا وهي الآية الحفظ تكتب عليه أو أيضا يتختم باليمين ويصير يبعد عنك مسألة الأمور الروحانية والجن مجن أو أيضا نوع من أنواع الياقوت الأزرق أيضا هذا يحفز الطاقة بالجسم الإنسان وأيضا يبعد عنه مسألة الجن مجن أو أيضا عندنا حجر السلوء اللي هو يصير أسود ودائما ينخط وينكتب عليه أيضا أنه يبتعد يساعد الإنسان على دفع الجن والبلية وأيضا عندنا الأحجب الخاصة والعهود السليمانية اللي هي آيات قرآنية موجودة عهود سليمانية وأدعية خاصة أيضا تكتب على الخواتم ويصير الإنسان يستفاد منها ويرتاح منها لمسألة الجن مجن طبعا الجن يكره اللون الأزرق الجن ما يحب اللون الأزرق أو دائما اللون الأزرق يشوف صاحب اللون الأزرق أنه مبتعد عنه مسألة الجن ويبتعد عنه جدا جدا أو أيضا اللون الأخضر اللي هو تختم عليه الرسول الأكرم عليه أفضل صلاة والسلام وهو كان يحب اللون الأخضر جدا جدا الرسول الأكرم فالعقيق الأخضر أيضا إذا الإنسان يرتدي أيضا يبتعد عنه مسألة الجن وينختم بالمعوذات الجلية أو الجلالات السبعة نسميه نكتب عليه أو اسمه محمد والي محمد يكتب عليه فهذه حصن حصين للإنسان وإنه متجن عندنا أيضا أشياء روحانية مثلا النحاس أيضا إذا يكتب عليه وينحمل مع الإنسان إذا كان طبعا ناري ينحمل مع النحاس يشوف أنه إلا طاقة يتحفزه وتبعد عنه الجن أيضا التعاوذ على جلد الغزال وجلد الغزال الأصلي أيضا ينحمل معه الإنسان أيضا يبتعد عنه مسألة الجن أيضا سن الذيب سن الذيب للأطفال يبتعد عنه مسألة الجن ما جن أيضا عندنا المرجان للأطفال أيضا أنه يبتعد عنه الجن أو يبتعد عنه حتى الشباب تلبسه والمرجان يبعد يبعد عن أيضا المسألة الأعمال لا سامح الله أو مسألة الجن وما يتقرب لك الجن بسهولة فهذه المسائل الموجودة والروحانية موجودة أو أكو أحجار أخرى كريمة أنه يكرم الأحجار هو حجر العقيق والعقيق اليماني اللي هو الألوان ما تلمش بشي والأحمر والدماء والأصفر الألوان متعددة جدا 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 وكل الألوان وكل أنواع الألوان وألوان طبقات وكل لون إليه فتستة ست طبقات وكل ست طبقات مختلفة بلونين بثلاثة بأربعة فيصير هاي الألوان اللي موجودة بالأحجار الكريمة الطابق للإنسان وتخليه تحفز عنه وتبعد عنه أيضا مسألة الجن طبعا أو أكثر شيء أكثر شيء الإنسان إذا يريد يبتعد عن مسألة الجن وتقرب العمل إليه ويبتعد عن نظرة الحسد والهاي إذا واحد يستخدمها هو الاستغفار أول شيء استغفر الله سبحانه وتعالى دائما ذكره بسم الله الرحمن الرحيم دائما على كل شيء الوضوء الثابت الدائم الوضوء اللي أنت تقدر كل يوم سهل الوضوء سهل وتقدر تتوضي أو الطهارة الكاملة اللي تقدر تشتغل بيها أو تقرأ آيات قرآنية مباركة خاصة أنه آية الكرسي دائما للحفظ تستخدم وصورة الفاتحة المباركة أيضا للحفظ والمعوذات والقلاقيل تقرأ كلها إن شاء الله وتشوف الإنسان إن شاء الله يحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى وتحيط ملائكة الله سبحانه وتعالى تحفظه من الجن وما سارة من إنسان فيعني أشياء بسيطة أخوان أشياء بسيطة الله شاهد يعني واحد يقدر يستخدمه يبقى عندنا الغفلة ليش الغفلة الغفلة إذا أنت تريد تبقى يومك صاحب ويومك ما تتعب صلاة الفجر الله الله بصلاة الفجر الله الله بالصلاة يعني علي بن أبي طالب سلام الله علي من وصاكم ويقل الله الله بالصلاة فإنها عمود الدين الصلاة أخوان والله الصلاة يعني أنا مودة أوجه وأقول لكم صلي بعد بك يا فريدي صلي صلي ما أنا علي أنا أحكيها يا أخي الصلاة الله شاهد الله شاهد صلاة الصبح هي اللي تعطى الرزق أو تعطى الصحة والسلامة وكل شيء جربوها عشرة أيام وشوفوا والله العظيم والله العظيم صلاة الفجر تعطيك أشكال وألوان وذا تريد تبيض وجهك وتكمل مسيرتك صلى صلاة اللي ركعتين وصلي صلاة في أبقاتها وشوفوا الصلاة شون تعطيك طاقة والهي يوميا نقدر نسويها واليوم يروح من يمك راحتك صلي قضى حرامات فحاول أنه صليهن والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المصطفى دين الله سمح وسلس إلهي بحرمة محمد وبحق محمد وبحق هذا اليوم وبحق نحر الحسين وبحق علي بن أبي طالب ومفتاحه وبابه وبحق علم علي أن ترحمنا برحمتك وترحم شهاداءنا وتنع الأعدائنا بالصلاة على محمد اللهم أحفظ حجدنا وأحفظ جيشنا قواتنا عملي واحفظ واستر عوائلنا وكبر شبابنا وقتل أعدائنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله حليا ولي الله اللهم أحفظ العراق وأهل العراق وسائر البلدان في أمان الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة